اجازة الهيئة الوطنية لتنظيم المهني والخدمات الصحية استخدام إبرة مونجارو في مملكة البحرين حيث يعمل هذا العلاج على خفض معدل السكر التراكمي حسب آليات الترخيص المعمول بها في المملكة وأكدت الهيئة أن إجازة إبرة مونجارو يأتي في إطار حرص المملكة على توفير كافة العلاجات التي تسهم في علاج الأمراض المزمنة المتعلقة بالسمنة ومرض السكري ونوهت بأنه تم السماح للإبرة بدخول أسواق المملكة ويمكن الحصول عليها من الصيدليات واستخدامها وفق التعليمات الطبية وبعد الخضوع للاستشارات الطبية اللازمة مضيفة بأن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي حارصت على توفير هذا الدواء في أسواقها وتابعت الهيئة بأنه قد تم الترخيص لإبرة مونجارو كأحد العلاجات الفعالة لمرض السكري من النوع الثاني إذ يعمل على خفض معدل السكر التراكمي والمساعدة في نزول الوزن مشيرة إلى حرصها على إجراء دراسة معمقة لكافة الأدوية والمستحضرات الطبية فضلا عن ضمان الاستخدام الآمن ضمن النطاق الذي تحدده الجهات الصحية في مملكة البحرين اشتركوا في القناة